عندي خبر انا مش مصدق ان انا بقوله وانا معتقد ان حضراتكم كمان لما اكيد عرفتوا الخبر لانه بقالوا 48 ساعة او 24 ساعة في الاسواق كمان اخيرا اخيرا في مصر في حاجة سعرها طلع وبعدين نزل تاني احنا من يوم ما اتولدنا واحنا عارفين ان اللي بيطلع ما بينزلش خلاص هو وان وي الاسعار وان وي تزيد 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 بمبرر من غير مبرر في ضرورة مفيش ضرورة لها علاقة بالدولار وهاش علاقة بالدولار بس في النهاية اللي بيطلع ربنا معاه خلاص ما نبارك له ما بينزلش تاني فجئنا خلال اليومين اللي فاتوا انه اسعار الفراخ البانيه نزلت ونزول كبير يعني اخر مرة الاسبوع اللي فات انا كنت شاري طبع الفراخ البانيه كان بـ 240 جنيه 240 جنيه ولا 230 جنيه كان بيتراوح ما بين 230 و 240 امبارح موجود في الاسواق بـ 170-180 واعتقد ستات البيوت هتأكد على كلام اللي اشتروا بنيه امبارحه النهاردة 170-180 جنيه نزول كبير يعني بتكلم على 50 جنيه تقريبا نزول 50 جنيه مش بنكلم على 2 جنيه 3 جنيه 50 جنيه نزول في سعر البانيه فده لوحده الخبر وده لوحده الـ break through الاختراق اللي حصل انه حاجة طلعت ونزلت ده معناها ايه معناها ايه معناها ان في حاجات ينفع تنزل لما مبرر ارتفاع سعرها يزول انا هنا بكلم مين التجار انا هنا بكلم التجار والبيعين والسلاسل والموردين الناس اللي بيتحكموا في الاسعار محدش ارجوكوا يقول لي والحكومة وتدخلها والرقابة علشان الكلام ده انا بتعم منه اوي 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 يا سادة يا كرام للمرة المليون وانا بقولك على مسئوليتنا الشخصية الحكومة ليس لديها مش قدرة بل هاش علاقة بالقدرة ليس لديها صلاحية للتدخل على ضبط الاسعار في الاسواء ليه؟ لانه تاني دستور مصر بيقول ان الاقتصاد حر والسوق مفتوح كل الاسعار والتجارة خاضعة لنظرية العرض والطلب لا ينفع الحكومة تدخل انا لو عندي محل الحكومة ما تملكش تخش وزارة التموين ولا ببحث التموين ولا الحماية المستقبل ولا اي حد ما يملكش يجي يقول لي انت ببيع السرعة دي بكذا ليه؟ ما يملكش هقول له فين القانون اللي بيسمح لك ان انت تقول لي كذا وكذا والدليل ان الحكومة مش قادرة تعمل التسعير الجاملية اللي هي كانت معمولة زمان لان الدستور زمان كان يسمح الدستور والقانون دلوقتي لا يسمح دلوقتي الحكومة تدخل بس في مين؟ في اللي بيحتكر سلع الناس اللي بخبية سلع جوه المخازن وبتعرضها عشان تعمل شح وتعمل يعني تقصير للوجود السلع ومعروضها في الاسواق اه هنا تدخل عند الناس اللي عندها سلع بايزة وسلع غير مطابقة لمواصفات وغير مناسبة لاستلاك الادمي اه تدخل مش عارف ايه كذا كل ده تمام والاهل جاب جون الحمد لله تشوفوا حتى مع الفراخ البني نزلت الاهل جاب جون فالموضوع الحمد لله كويس اهو كهرباء جاب جون كهرباء جاب جون الحمد لله فالقصة ببساطة شديدة عبارة عن تجار في تجار عشان الكلام اللي احنا بنسمعه بس سواء من بعض المسؤولين في الحكومة انا بستغربوا جدا انت بتشايل نفسك مسئولية مش بتاعتك ليه بتشايل نفسك مسئولية مش بتاعتك ليه الموضوع سهل وبسيط كلامي محدد كلامي محدد الموضوع تجار في تجار كل اللي نعمله ان احنا بس نعمل رقابة شعبية على التجار في مسألة ان الحاجة اللي ينفع سعرها ينزل نجبرهم على انها تنزل عن طريق ان احنا فعلا نقاطع اللي بيستهبل في التسعير هتقولوني يا تام طب ايه السبب في نزول سعر الفراخ البني هقولكو انه الاعلاف توفرت الاعلاف اللي بتكون منها الفراخ الفراخ اللي بتبضى وانتعارفين السلسلة كلها عاملة ازاي فبالتالي لما يزول سبب الارتفاع لازم الدنيا تنزل طيب دي قصة الفراخ البني في ناس تالي هتقوللي طب نعمل ايه بقى في بقية الحياة الحياة صعبة هقولكو طبعا الحياة صعبة والكلام انه انا هقوله ده انا عارف انه ربما ما يعجبش ناس كتير وربما يمكن انتقد عليه بس انا لا املك الا اقول الواقع الواقع ان ادي الله ودي حكمته ادي الله ودي حكمته يعني يعني بسبب ان احنا بلد بنستورد اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها فاحنا في عرض الدولار واليورو ودولار واليورو انتو شايفين عامل ازاي طاير اشي 30 واشي 32 وحاجات عظيمة اواء هتقول لي اعتبر طب ما همين اللي خلت دولار بقى 32 و32 هقول لي اقولكم اولا انا مش خابر اقتصادي رقم اتنين دي اشتراطات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي انت بتتعامل معاهم ان لازم يبقى عندك تحرير لسعر الصرف ويبقى عندك سعر صرف عادل وحقيقي مش بتثبت زي ما كان بيعصل زمان اللي كان بيرضى بيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي زمان للدول ما بيرضوش بيه دلوقتي موضوع ادي الله ودي حكمته انا بقول لكم الحكومة بتعاني زينا عشان بس ما بقاش اسمي بدافع عن الحكومة لا الحكومة بتعاني زينا بس انا مش قضي انت في الحكومة لان الحكومة لها رب يحميها انا بتكلم فيه نحن نعمل ايه هقول لك نعمل ايه ومحدش ارجوكو يشتم قبل بس ما يفكر هل انا بقوله ده نوع من النفاق ولا نوع من محاولة الخروج من الازمة بحلول لعد ما ربنا يرفع ويكشف هذه الغمة والازمة العالمية الكبرى حاول تزود دخلك انا بحاول اعمل كده اي طريقة اعرف اجيب بيه اربعة جنيه ونص بعملها بالحلال طبعا وبالطرق القانونية وكل حاجة عشو بعتش يقولك بس ان احنا بنهلب يعني كل حاجة ينفع تزود بيها دخلك حاول تعملها لو تعرف تبيع حاجة على النت بيعها لو تعرف تعمل فيديوهات ومشي الميديا وتبقى مش عارف ايه والفيديوهات دي فيها كنت انت ومحتوى كويس وبالتالي تجيب عليه فلوس محتوى كويس حاجات اللي الشك بشك والخلاعة واللي دخلت البنات للحبس لا محتوى محترم اعمل كده لو تعرف تتفكر في فكرة ابليكيشن مش عارف ايه لو تعرف تشتغل شغلانة تانية غير انت بتشتغلها اشتغل لو تعرف ستة البيت لو تعرف تعمل منسوجات وتبقى لو تعرف تعمل مش عارف ايه وتبقى كل واحد يقدر يزود دخله يحاول لانه ما فيش طريقة نقدر نعملها دلوقتي عشان نعرف نعيش غير كده وبعدين يحلها حلال وبعدين يحلها حلال هيحلها حلال ازاي بحاجتين واحد ان الازمة العالمية تنفرج والحرب دي تخلص فيبقى فيه شوية انسياب في التجارة وفي السلع وفي الخدمات وبتاع فبالتالي الاسعار تخف شوية بدل ما هي نار كده اسعار العالمية رقم اتنين ان احنا ننتج احنا كبلد ننتج نشغل الاف المصانع اللي وقفة وندعم الاف المصانع اللي شغله عشان تشتغل اكتر وتشغل ايدي عاملة اكتر وتطلع انتاج اكتر الانتاج ده نستخدمه هنا في السوق المحلي استهلاكا بدل ما نستورد به مثيله من بره نصنع ادويتنا ونصنع ملابسنا ونصنع الاخذية اللي احنا بنكلها ونصنع كل حاجة احنا محتاجينها بدل ما نفضل في عرض الاخرين والغرب نفضل نستورد منه 70-80% من احتياجاتنا من غير ده وده ما هيحصل هنفضل في مشكلة وحنفضل في قزمة وحتفضل الاسعار تزيد اللي عايز يشتم يشتم واللي عايز يعمل يعمل بس انا بقول لكم لا بديل لدينا دلوقتي غير ان احنا نشتغل